السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب العزاء طلاب اولى سنوى ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض اول درس من دروس مادة العلوم المتكاملة واللي هيكون عن المية يبقى عنوان الدرس ده هو المية المية دي بيكون لها ثلاث خصائص اول خاصية معانا بنقول عليها انها لها خاصية بيولوجية فنفهمها يعني دلوقتي بيولوجية يعني خاصية حيوية ثانية خاصية بنقول عليها ان المية لها خاصية او خواص كيميائية ثالث حاجة معايا المية بيكون لها خواص فيزيائية ايه موضوع الخاصية البيولوجية او الخاصية الحيوية ده المية بتكون وسط مناسب لحدوث التفاعلات الكيميائية يبقى الخاصية البيولوجية بالنسبة للمية هو انها وسط مناسب للتفاعلات الحيوية التفاعلات او ممكن اقول عليها التفاعلات داخل اجسام الكائنات الحي داخل اجسام الكائنات الحي يعني الكلام ده بص دلوقتي انا لو جبت حتة لومة عيش مثلا لومة عيش صغيرة كده وبدأت ان انا سيبها في مكان ناشف وجيت ارجع بعدها بعد شوية ابص عليها هلاحز ان لومة العيش دي هتفضل زي ما هي ناشفة مفيش اي مشكلة طب لو جبت لومة لومة عيش ناشفة وبدأت نقط عليها شوية مية وجيت بعدها بفترة وبص عليها هلاحز ان هي اتعفنت اللي تكون عليها ده اسمه حاجة اسمها عفن الخبز عفن الخبز ده هو كائن حي كائن حي لما لقى الوسط المناسب للتقاصر ولقى الوسط المناسب للانقصام بدأ ان هو ينقسم ويتقاصر طب ايه هو الوسط المناسب لما كان فيه مية عشان كده احنا بنقول ان المية دي لها خاصية بيولوجية وهي انها وسط مناسب لحدوث التفاعلات الكيميائية الكائنات التفاعلات داخل اجسام الايه الكائنات الحية عشان كده لومة العيش لما كانت في مكان ناشفة وهي ناشفة ما حصل لاش حاجة لكن لومة العيش دي لو احنا حطانا عليها شوية مية هتبدأ ان هي تتعفن ليه تتعفن لان الوسط ده هيكون مناسب لتكوين كائنات او لحدوث تفاعلات كيميائية الكائنات الحية طبعا اللي هي مين اللي هي عفن الخبز برضو كمان الناس الستات الكوبار دول بيقولك لما يحفظوا الفواكه والخضرات بيحفظوهم في مكان جاف ليه عشان خطر ما يفوزوش عشان ما تبص ليه هو اصل الكلمة الحاجة لما تبص كده معنى كده ان حصل فيها تفاعلات كيميائية واو تفاعلات مثلا حيوية التفاعلات دي ادت الى المنظر اللي احنا بنشوفه ان الحاجة دي بازت طيب بازت ليه بازت لان كان فيه مية طب ليه ايه علاقة المية بانها بازت ان ده كان وسط رطب الوسط الرطب ده بيكون مناسب لحدوث التفاعلات الحيوية في قد تالي الفواكه والخضرات بتبوز طب عشان احفظها بابدأ ان انا احفظها في مكان جاف ما يكونش فيه مية يبقى دي اول خاصية معايا اللي هي الخاصية البلجية تاني حاجة الخاصية الكيميائية المية ان احنا نقول ان المية ده مزيب احنا عا للماء مزيب قطبي وهنفهم يعني كلمة مزيب قطبي عن فهمها يعني كويس اه اللي هميني كلمة موزيب كلمة موزيب يعني كلمة اصلا يعني ايه احنا هستفاد من ايه لما اقولك ان المية ده مزيب قطبي بص Marriage انا لو معي شخص مسلا. في شخص? الشخص ده جاله مسلا هبوط. اللي بيحصل يعني في شخص معي جاله هبوط. انا اعمل ايه? هبوط يعني عنده نقص. نقص اي فين نقص? في الطاقة. طيب. البل المفروض ان انا اوفر له الطاقة. دلوقتي انا المفروض ان الشخص ده اوفر له طاقة ووفر له طاقة تكون كمان سريعة لازم حاجة سريعة. طب اروح اعملو ايه? اروح اجيب لك فيه كوباية ميا. مياه يهيت وابدأ احطوه فيها سكر. احط فيها سكر وابده ما اقلبه. اللي حصل ان اه جبته سكر قلبته فين؟ قلبته في المياه. يعني السكر ده اللي هو مين? اللي هو مسلا السكر الجلوكوس مسلا سكر بقيت ان انا قلبه فين? قلبه في المياه. واحنا كمان في الاول كده كنا اخدنا حاجة في اللي حياتي بقولك ان الكاربوهدرات دي عبارة عن ايه مصدر اساسي الكاربوهدرات اللي هي السكريات بنقول عليها مصدر اساسي للطاقة نقول عليها مصدر اساسي للطاقة ليه لسهولة لسهولة زوابانها في الماء لسهولة زوابانها في المية طيب هو يعني اصلا انا السكريات ده هي قلت لي ماشي هي مصدر اساسي للطاقة لسهولة زوابانها في المية طب هي سهلت زوبانها في المية دي هتفيدني بايه? اقول لك انا هتفيدني بايه? واقول لك برضو الشخص ده انا ليه روح تجيبت له مية بسكر عشان خاطر ان هو ياخده عشان خاطر اه قادر يوفر له مصدر للطاقة سريع. لان انا عندي الجسم اللي كان الحي ده عبارة عن ايه? عبارة عن مجموعة من الخلايا. الخلايا دي بيكون عندها غشاء. الغشاء ده بيتمايز بانه بيكون منفز. يعني دي كده خلية واللي برا ده كده الغشاء. فالغشاء ده بيكون شبه منفز. شبه منفز. يعني واحد وايف كده مثلا ما بيعديش اي حاجة. مش اي حد بيعدي. الحاجات الصغيرة تعدي والحاجات الكبيرة متعديش. بس في حاجة تقدر تعدي بمزاجها معاها تسكرة دخول وتسكرة خروج حرة. مين الحاجة دي؟ هي الماء. وبالتالي انا لما بكون بدوب اي حاجة في المية في حاجة دايبة في المية هتدخل مع المية بسهولة. وبرضه تخرج مع المية بسهولة. علشان كده بقولك من ضمن الخصائص انه هو مزيب. يعني في حاجات فيه مواد بتزوف فيه معظم المواد بتزوف فيه زي مثلا السكريات. علشان كده بقولك السكريات دي مصدر اساسي للطاقة. مصدر اساسي ليه؟ لانها سهلة تزورها في المية. طب انا هستفد بايه؟ هستفد ان هي هتدخل بسهولة جدا الى داخل الخلية. ولما تدخل الخلية بيحصل فيه بقى بتبدأ ان هي تدخل لمصنع الطاقة اللي هو من الميتوكوندريف يحصل لها اكسادة فتطلع لي اي تي بي اللي هي الطاقة. تطلع لي طاقة. ساعتها بقى خلاص كده انا وفرت طاقة الخلية دي فانا دلوقتي الشخص دي يبدأ ان هو ايه؟ يفوق وبدل ما كان عنده موت. بنا دلوقتي عرفت ان عندي غشاء. الغشاء دي علشان خطر اعدي منه الحاجات دي لازم ادوبها في المية. وفي نفس الوقت لما بعمل عمليات داخل الخلية انا بتكون الفضلات. عايز اتخلص من الفضلات دي ابدأ برضو الفضلات دي تبدأ ان هي تدوفين تدوف في المية علشان تقدر ان هي تخرج برا. بحثة ان المية مزيد دي فادتني في حاجات كتيرة جدا. في حاجات ان انا في مواد عايزة تدخل الخلية فتدوف في المية. مواد تانية عايزة تخرج من الخلية فتدوب في المية اللي هي الفضلات. طيب ندخل بعد كده الخاصية التالتة وهي الخاصية الفيزيائية. الخاصية الفيزيائية هو اللي بيميز المية ان هو بيكون موجود في الحالات الفيزيائية التالتة. وهي الحالة الغازية والحالة السائلة والحالة الصلبة. طب وده هيفتني بايه؟ هيفتني ان المية دي بتدخل في تكوين الاغلفة. اغلفة الارض. اغلفة الارض. طب ايه هم غلفة الارض بص كده معايا او غلفة الليه النظام الارضي انا اول غلف معايا اسمه الغلف الجوي الغلف الجوي ده بيكون عبارة عن ايه بيكون عبارة عن غازات وانا عند المية بتكون موجودة عادي خالص في صورة ايه في صورة غازية اللي هي ايه اللي هي بخار الماء بخار الماء وبالتالي انا عند المية بتقدر تدخل في مكونات الغلف الجوي في الصورة ايه؟ في الصورة الغازية اللي هو مين؟ اللي هو بخار الماء لاننا عند الغلاف الجوي ده مثلا بيتكون من ثلاث حاجات اول حاجة هو النيتروجين النيتروجين والنيتروجين ده بيشكل 78% من اجمالي الغلاف الجوي تاني حاجة هو الاكسوجين والاكسوجين ده بيشكل حوالي 21% من اجمالي الغلاف الجوي تاني حاجة بعد كده هنقول عليها مواد اخرى المواد الاخرى دي بتشمل كل من ثاني اكسود الكربون وبتشمل من المية اللي هو بخار المية المية في الحالة الغازية اللي هو بخار الماء ومواد تانية برضو هناخدها بعد كده يبقى دلوقتي معايا المية بتدخل ضمن تكوين الغلاف الجوي في حالة في الحالة الغازية اللي هي مين؟ اللي هو بخار اللي هو بخار الماء طيب بعد كده الغلاف هنأخّذ الغلاف الحيوي داخله البديد للوقت sponsor인이 نميّة الغلاف المائي المية الموجودة في الحياة بتاعي بتنا فتكون موجودة في حالة سائلة المية المثولة ت Lily الميا الموجودة في الحالة السائلة وتدخل في تكوين الغلاف المائي Ambient القرى الأرضية تنقسم إلى هي! يعني الارض دي عندي بتنقسم الى جزء ايه? جزء مائي وجزء يعني جزء مسطحات مائية وجزء يابس يعني كده انا اقول مسلا الارض هي بتنقسم الى جزء مسلا جزء مائي وجزء اللي هو ليه الد quién؟ الجزء اليابس الماء ده بيشكل كم بيشكل سبعين في المية. المسطحات المائية اللى موجودة على سطح الارض سبعين في المية يبقى اليابس كام اليابس تلاتين في المية. انت عارب بها ان السبعين في المية اللي هي المسطحات المائية ديت بتنقسم الى ايه? بتنقسم الى جزئين. ماء بيكون ملحي مية ملحية يعني مية ملحة اللي احنا بنوعها مية ملحة ومية عزبة. المية الملحة دهيت بتشكل كام بتشكل سبعة وتسعين في المية. احنا عندنا المية العزبة ديت هي المية هي المية الحلوة اللي احنا بنشربها. ودايما الحلوة بيكون قليل. لكن المية الملحية انا برشربهاش فدي الوحشة. فالوحش دايما بيكون كتير. فالماء الملحي بيشكل سبعة وتسعين في المية من اجمالي الماء. والماء والمية العزبة بتشكل تلاتة في المية. طيب المية الملحية دي بتكون موجودة فين? بتكون موجودة في البحاء. بتكون كمان موجودة في المحيطات. بتكون كمان موجودة في البحيرات بس خلي بالك بحيرات ملحية. لان انا عندي بحيرات تانية عزبة. طب المية العزبة دي بتكون موجودة في الانهار. وتكون موجودة في بحيرات بحيرات ايه? بحيرات عزبة. ده كده خلصنا كده الجزء ايه? الجزء الماء اللي هو الغلاف الماء. ندخل بعد كده على الغلاف الصخري. الغلاف الايه? السخري. اللي بيكون عبارة عن الجبال والتلاء والتلال والحاجات دي كلها. فبيدخل في تكوين المية بس في الحالة الايه? في الحالة الصلبة. طب هي المية في الحالة الصلبة دي. المية في الحالة الصلبة دي. بنقول عليها ايه? بنقول عليها جليد. علشان كده انا عندي الغلاف السخر ده. المية لما بتكون موجودة في بتكون موجودة في الحالة الصلبة اللي هو مين؟ الجليد الجليد فينفع عدي خالص ان انا اقول على الغلاف ده الغلاف الجليدي الغلاف الايه الجليدي لان المية لما بتدخل في تكوين بتدخل في صورة جليد طب ايه بقى موضوع الغلاف الغلاف الحيوي ده الغلاف الحيوي هو الغلاف اللي بتكون موجودة في الكائنات الحية بيبتدي منين؟ بيبتدي من عندك قاعل من قاعل المحيطات كده لأعلى مثلا نقطة عند الجبل ليه لان انا عندي في المحيطات بيكون فيه اسماك مثلا الاسماك ديه كائنات حية بيكون فيه مثلا هنا صقور ونصور صقر ونصر ودي كائنات حية فالوسط اللي بتعيش فيه الكائنات الحية بقول عليها الغلاف الايه الغلاف الحيوي دي كانت اغلفة ليه اغلفة النظام الارض يبانا دلوقتي تعالك سريعا معايا المية بيكون لها ثلاث خصائص خصائص بيولوجية ليه لانها بتكون وسط مناسب للتفاعلات الحيوية وسط مناسب للتفاعلات الحيوية الدليل على كده عفن الخبز لما حطاني العيش في مكان نشف ما حصل لوش حاجة لكن لما حطاني في مكان راطف فيه ما اياه حصل تفاعلات الوسط كان مناسب للتفاعلات للتفاعلات الكائنات الحية اللي هو العفن الخبز فبدأ انه ينقسم ويتقاصر طيب الخاصية الكيميائية هو انه ايه بيكون مزيب وده بيفيدني بايه بيفيدني في دخول وخروج المواد من داخل الغشاء البنازمي لداخل الخلية والخارج الخلية فانا دلوقتي لو معايا جلوكوز انا عايز ااخد الجلوكوز ده عشان خدر ااخد منه الطاقة فبدأوبه في المي طب في فاضلات عايز اخرقها في المي طب بعد كده الخصائص الفيزيائية والخاصية الفيزيائية قلنا ان المية بتكون موجودة في الحالات المادة التلاتة الحالة القزية والسائلة والصلبه طب هيفيدني بايه؟ هيفيدني في ان المية بتدخل في تكوين اغلفة النظام الارضي عندي الغلاف الجوي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن غاز وبالتالي المية بتدخل فيه في صورة غازية اللي هي بخار المية وعرفنا مكوناته النيتروجين والاكسجين ومواد اخرى من ضمنها سانيكشد الكربون وبخار المية بعد كده دخلنا على الغلاف المائي واننا عند الارض يتبطي تنقسم الى جزئين يابسة وماء والماء 70% واليابسة 30% بس 70% بتوع المية في منهم مية ملحية اللي هي 97% والنسبة الاعلى كبيرة جدا والمية التانية اللي هي او النسبة التانية اللي هي الماء العزب وده بيكون 30% تلاتة بس في المية خلي بالك دي نسبة قليلة جدا والنسب دي بتكون مختلفة يعني كل فترة من التانية النسب دي بتتغير يعني مثلا المية العزبة دي عملة بتقل هو اصلا على فكرة يا جماعة الغرض من الدراسة المادة زي كده مادة العلوم تكاملة هو ان احنا عمالين نعرض لك المشاكل اللي بتقابل البوارد البيئية بتاعتنا زي مثلا المية ودي من اهم المصادر بتاعتنا بنعرض لك المشاكل البطارية علمية بتعرف مكوناتها ورضو اهوات انت استفدت دلوقتي ايه ان المية العزبة اللي احنا بنشربها نسبتها وليلة جدا تلاتة في المية مقارنة بالمية الملحية فانا دلوقتي بعرض لك مشكلة انت بقى انتو بقى دوركم في الاجيال القادمة ان انتو لما تتعرضوا المشاكل دي يبقى كون عندكم وسائل ان انتو تحافظوا على المصادر وتحافظوا على المصادر بتاعتنا دي وتقدر ان انتو توفروا مصادر ايه مصادر تانية بديلة طيب وقلنا طبعا 27% اللي هي الماء الملحية بتكون موجودة في البحار بتكون موجودة في المحيطات والبحيرات الملحية طيب كلام جميل بعد كده دخلنا على مين دخلنا على المية العزبة وقلنا بتكون موجودة في الانهار والبحيرات الايه العزبة بعد كده دخلنا على الغلاف السخري وقلنا يعني الصلب الحاجة الصلبة فالمية اتشارك فيه في الصورة الصلبة تظن الغلاف الحي واذا هل تعيش في الكائنات الحية سواء بداية من السؤور التي تحتضل في الهواء لأسماك التي تعيش في أعماق المحيطات نجود ثم لدورة المياه في الطبيعة اسمها الدورة الهايدرولوجيه اسمها دورة الماء في الطبيعة المية بتمر بحالاتها التلاتة الصلبة والسائلة والغازية خلال دورة خلال دورة مغلقة دورة مغلقة بتحصل ازاي او بتبتدي منين بص في مية عادية خلاص ايات موجودة في البحر والدنيا جميلة خالص يحصل حرارة حرارة الشمس تبدأ تعمل ايه تبدأ تعمل تبخر بتبخر فتخرج بخار مية بخار المية طيب بخار المية اصبح ان الهواء ده كده مليان ايه مليان بخار الماء بعد كده نعمل حاجة اسمها تكسيف عارف انت اللي اقول لك ده كسافة سكانية يعني ما كان فيه فيه عدد كبير من السكان تجميع السكان فانا هو ده نفس الفكرة تكسيف انا بجمع بخار المية ده فبكون مين بكون يبقى اول مرحلة اسمها التبخر اول مرحلة التبخر تاني مرحلة هو التكسيف او التجميع تكسيف بخار الماء فبكون مين بكون مياه الامطار بعد كده مرحلة ايه تساقط مياه الامطار فتبدأ ان هي تنزل فتبدأ تمشي كده فتكون لي المياه العزبة طيب في بعض المياه بتبدأ ان هي تهرب كده من خلال مين من خلال مسام التربة كاللي بقلك بتهرب من خلال مسام التربة بتهرب يعني بتتصرب بيحصل لها تصرب بالعملية اسمها عملية الايه التصرب فبتكونني مين بتكونني المياه المياه الجوفية بتكونني المياه الايه المياه الجوفية دي الدورة الهيد drops 날 عليه هيدروجينية اللي هي دورة تمتج مغلقة دورة المياه في الطبيعة هي مرور المد على سطح الارض في حالاتها التالاتة السائلة هي لما كانت مياه سائلة بعد كده بعد كده بحصل لها تبخر فتكون جازية بعد كده تبدأ ان هي تجميع حصل لها تكسيف سكوت الامطار وممكن ان هي تتجميع على الجبال ده فتتكوني تتكوني تكوني الجريد وبتعدي بعد كيف تنزل ليها من الجلال دي زي مثلا الصخر او التل او الجبل اللي بيكون موجود في الاسيوبيا في اسيوبيا فبيبدأ ان هو يكوني المياه اللي بتجيه لي في نهر الايه في نهر النيل بس في شوية مياه ممكن ان هي تهرب يعني تتصرب تتصرب داخل مين داخل مسام الطربة فبتكوني المياه الجوفي طيب انا عندي الانسان والنبات بيقدر ان هو يشارك في الدورة الهايدرولوجية دي ازاي الانسان عن طريق التنفس لو تيجي الصبح كده تنفخ في ايدك بتلاحز ان في بخار مية بيطلع فالانسان يقدر ان هو يشارك في عملية ايه في الدورة الهايدرولوجية عن طريق التنفس النبات برضو يقدر ان هو يشارك عن طريق النتح انا عندي النبات لو مساجت ورقة كده الورقة دي بيكون فيها فتحات الفتحات دي النبات بيعرق يا جماعة زي زي الانسان كده بالزبط فبس بيعرق بقى في المية بتكون في سورة بخار ماء. طيب العمالية اسمها اي؟ عمالية النته. يبقى انا مجح Ascالك اقولك والانسان بيشارك في الدورة الهايدرولوجية تقولي صح. طيب يشارك ازاي? بيشارك على طريق عملية التنفس. الBirth beyeşارك في الدورة الهايدرولوجية الحايدROLوجية صح. طيب بيشارك ازاي عن طريقة عملية الايه? عن طريق عملية النته. طيب ندخل بعد كده يا جماعة لتركيب الماء. حين كده خلصنا الكلام اللي هو يعتبر نعم فيه داشة كتير جامع بس مش صعب ندخل بقياه على الشغل شيء وهو التركيب الكيميائي التركيب الكيميائي للماء رح Limas دى عبارة عن ما تركيب الكيميائي الميه دى عبارة عن جزئ يعني كلمة جزء يعني مجموعة من الزراط عبارة عن مجموعة من الزرات من المظلوب الرمز H2O يعني ايه؟ يعني بيكون عبارة عن زرتين هيدروجين مسكين في زرة اكسوجين دي الصيغة الجزائية بتاعته فبنلاحظ ان احنا بيكون عندنا زرة اكسوجين اهيت كبيرة مقلباز اهيت مسكة في زرة هيدروجين صغيرة ومسكة في زرة هيدروجين صغيرة فبصك اركز معي انا عندي كتلة الكتلة بتاعة الجزائية دي كلها على بعضها 100% دي كتلة بتاعة جزائية المية هيت 100% الاكسوجين دي واحد الاكسوجين المقلباز ده بيشكل قد ايه من الكتلة دي كلها بيشكل 88 89% 89% 89% من المية في المية طب فاضل كم من المية في المية دول فاضل كده 11 11% 11% دول بتوع مين دول بتوع الهيدروجين تاني تاني انا معي جزائية المية ده بيتكون من اتحاد ثلاث زرات زراتين هيدروجين اهمت واحد هيدروجينة واحد هيدروجينة مع زرة اكسوجينة بيتحدوا مع بعض والزاوية بتكون ما بينهم 104.5 ايه الزاوية ما بينهم هي ما بينهم هي بتكون 104.5 طب انا قلت لك ده جزائي كتله تهيات مية في المية ماشي قطيته مية في المية الاكسوجين مقلبزة بتاخد لوحدها قد ايه من الكتلة الكلية بتاعت المية بتاخد 88 و 89 من المية في المية طب والتنين الهيدروجين الصغيرين بياخدوا 11 و 11 طب الانتين الهيدروجين الى الاكسوجين. طيب النسبة كم? واحد لتمانية. خلاص مطرح مطروح الاكسوجين يدها التمانية مطرح مطروح الهيدروجين واحد. يعني التمانية وتمانية 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 تقريبا التمانية وتمانين ده هي التمانية وتمانين بالنسبة للهيدروجين هتشكل كام دي كده كأنها تمانية ودي واحد. دي خادت التمانية ودي خادت الواحد. طيب ده كان بالنسبة للتركيب الكمياني طبعا عزين نشوف ازاي المية تكونت قبل مكانة مية يعني المية دي قبل مكانة مية تكونت ازاي بص كده معي انا كان معي قلتلك ايه معي زرة هيدروجين كبيرة مقلبزة زرة اكسوجين مقلبزة طيب وفي معي زرة هيدروجين سغنططة وكمان زرة هيدروجين سغنططة طيب كلام جويل دي معي ثلاث زرات هيابدأ ان اربطهم مع بعض فروح للأكسوجينة ده هيا تقول لها انت عايزة تترابطي بالهيدروجينة دي فتقول ليها فقول لها طيب بقولك ايه انت لازم تطلعيلي الكترون فتطلع لي كده الكترون اهوت عمل زي الخطاف كده اهي تطلعلي الكترون دي انا تخيل بس معايا انا بشرح لك عشان تتخيل بس الحتة دي معايا فتروح للهيدروجينة ده هيا تقولها انت عايزة ترتبطي بالأكسوجينة فتقولها فقول لها تطلعيلي إلكترون فتطلعلي إلكترون فالتنين يمسكوا مع بعض دي طلع إلكترون وده طلع إلكترون وخلي بالك إلكترون سالب الشحنة يبقى الأكسوجينة طلعتلي إلكترون والهيدروجينة طلعتلي إلكترون طيب علشان الهيدروجينة بتشد من ناحيتها والأكسوجينة بتشد من ناحيتها بس الهيدروجينة كبيرة الهيدروجينة دي كبيرة فتبدأ أن هي تاخد الإلكترونين عندها فالالكتروني يعدوا عندها هيئة فاصبح اصبح ان الاكسوجينة دهيت اكتسبت شحنة سالبة اكتسبت حاجة سالبة يبقى شحنتها بقت ايه بقت سالب طب والهيدروجينة فقدت شحنة سالبة فقدت سالبة تبقى موجب هي يبقى اصبح الهيدروجينة ايه موجبة والاكسوجينة سالبة ليه لان الاتنين لعبوا مع بعض اللي بتشد الحبل اللي تنقونه ربطة اهوت ما بينهم ولعبوا مع بعض جد الحبل فمن الكبير الكبير الاكسوجين فايه هو اللي يسحب فهسحب الالكترون فلما يسحب الالكترون عنده اصبح ان هو اكتسب شحنة سالبة فبقى سالب والهيدروجين لما يفقد الشحنة السالبة يبقى هو ايه يبقى هو الموجب فنقول على الربط ده اسمها ربطة تساهمية او حدية او ممكن نقولها ربطة تساهمية قطبية دي اسمها ايه ربطة تساهمية قطبية ونقول علىها ايه برضو الربطة تساهمية قطبية او حدية وعالفكرة دي ربطة قوية خلي بالك ربطة دي بتكون موجودة ما بين زرات جزيء الماء نفس الفكرة بنطلع هنا برضو ايه الالكترون طلع من الاكسوجينة اللي هنا وكما الالكترون من الهيدروجينة فيبدأ تسحب الاكسوجينة لتنين الالكترون فتبقى هي بالسالب اهيت والهيدروجين بالموجب واللي بيحصل اللي بيحصل في المضوضة يعني اصلا ايه اللي بيخلي الاكسوجينة هي اللي بتشد حاجة اسمها السالبية القهربية السالبية القهربية بص يا جماعة بالنسبة للسالبية انا عندي السالبية القهربية بتاعت الحتة دي يعني على جنبي مش شرط ان انت تركز فيها اوي ممكن تعديها لو هي اطلق بطك عديها بس للناس اللي عايزة تتعمق اكتر انا عندي السالبية القهربية بتاعت الاكسوجين دي بتكون كم بتكون حوالي حوالي 3 ونص والسالبية القهربية ده هي بتاعت الهيدروجين بتكون حوالي اتنين واحد من عشرة فده بيشد هو بقوة اتنين واحد من عشرة وده بيشد بقوة تلاتة ونص من اللي يكسب الاكسوجين عشان كده خادت الاكترونين عنده خادت الاكترونين الاتنين عنده طب الفرق ما بينهم كم الفرق ما بينهم بيكون حوالي واحد واربعة من عشرة الفرق في السالبية القهربية ما بين الاكسوجين والهيدروجين بيكون واحد واربعة من عشر. يبقى تاني. يعني برضو الحتة دي لو مش جاء مع عكسك اقضيها خالص. كده كامش علي. طيب انا دلوقتي معايا ده كده جزيء كهوات مية. وده جزيء مية. وده جزيء مية. طيب ماشي. انا همسح الحتة دي عشان مش عايزها. قلت لي دلوقتي ان الربطة ده هي اللي تكونت ما بين الاكسوجين ده هو والهيدروجين ده اسمها ربطة تساهمية قطبية اهي. ربطة تساهمية قطبية. وده اسمها ربطة تساهمية قطبية. يبقى لما اجسألك وقولك الربطة ما بين زرات جزيء الماء. ما بين زرات جزيء الماء. اسمها ربطة تساهمية قطبية. فاصبح الاكسوجين ده بقى ايه? بقى سالب. والهيدروجين ده بقى موجب. والهيدروجين ده بقى موجب. طيب تعال الجزيء تاني. ده بقى سالب. وده بقى موجب. وده بقى ده بقى سالب ده بقى موجب ده بقى موجب بسبب نفس الفكرة بتاع تكوين الربطة الايه التساهمية دي ربطة تساهمية موجودة ما بين زرات جزيء المادة تساهمية قطبية طيب اصبح دلوقتي ان الاكسوجين ده سالب والهيدروجين موجب يحصل ما بينهم انجزاب فبيتكونوا ربطة الربطة ما بينهم ده اسمها ربطة هيدروجينية ربطة ايه هيدروجينية وربطة الهيدروجينية دي بقى هي اللي بتدي الخصائص الفريدة للمي فاصبح دلوقتي ما بين خلي بقى لك بقى الربطة ما بين جزيئات الماء الربطة التساهمية القطبية ده اهيت الربطة التساهمية القطبية ده اهيت بتحصل فين بتحصل ما بين زرات زرات الجزيئة لكن رابطة الهيدروجينية دي هدى بتحصل ما بين زرات الجزيئات وتحصل ما بين الجزيئات تم ابتلاقي رابطة هيدروجينية ودي الربطة اللي بتدي المياة عن متا الخصائص الفريدة بتاعتها الخصائص الفريدة بتاعتها زي ايه زي وصول درجة غلين الميا يعني المياة علشان تزغيلي لازم درجة الغلين توصل لمدة درجة سلزية تبو ده هيفيدني في ايه يا عم الحاج هيفيدني ان المية ما بتتغليش بسهولة يعني ما بتتغليش بسهولة يعني بص وان نفترض تعالك هتخيل معايا ان مفيش الربطة هيدروجينيبة بين جزئات الماء وبالتالي في الحالة دي انا درجة الغلان بتاعتها هتقل تخيل كده معايا فمثلا درجة غلان الماء وان نفترض ان هي تكون مثلا 40 طب من عندي في بلاد معينة ده مصر او ربط اصلا ساعات بتوصل درجة الحر بتاعتهم لكم الاربعين فمثلا لو احنا عايشين في مرة واحدة كده ومرة واحدة درجة الحرارة وصلت الاربعين تلاقي المية اللي موجودة في المحطات عمالة بتتبقل كده كأنها بتغلي زي المية اللي بتغلي في الحالة ويبدأ تبدأ انها تتبخر اول ما درجة الحرارة توصل الاربعين وتعدي الاربعين اللي يحصل للمية تتبخر كلها فميبقاش في مية ولا في بحار ولا محطات ولا مية عزبة ولا ملحة وبالتالي دي حاجة غلط لو انخفضت درجة غلان المية لكن من رحمة ربنا في حاجة اسمها في ربطة هيدروجينية بتكون موجودة مبين جزا mucha المية بترفع درجة غليانة بترفع درجة غليانة فبتخليها 100 درجة سلزية ودي حاجة بتخلي ان المية دي عندها حاجة اسمها الحرارة النوعية الحرارة النوعية بتاعتها كبيرة يعني هي يعني كلمة الحرارة النوعية لو انا دلوقتي جبت حتة حديدة وطبق مية أو كوبية مية وحطوتهم في الشمس لمدة ربع ساعة وجي تلمس الحديدة هلاحظ انها تلسعني ليه؟ لان الحديدة اكتسبت الحرارة بسرعة جدا طب تعالي حطوا صوبعة كده في المية هتلاحظ ان المية ما سخنتش قوي يعني المية ما سخنتش لي لان درجة الغلان بتاعتها عالية عايزة لازم توصلها لحد 100 درجة سريزية طيب تعالي بقى امسك بقى الحديدة دي وامسك كوبات المية وابدأ بقى احطهم في مكان بارد شوي وتعالي بعد الخمس دقائية هتلاحظ ان الحتة الحديدة بقت بردة بس المية لسه برضو فاس من الدفايان فده بعد اسمها الحرارة النوعية المية بتكتسب الحرارة بتاعتها ببطء وبتفقدها ببطء بسبب مين؟ بسبب الربطة الهيدروجينية البرطة الهيدروجينية ما بين جزيئات المادة دهيت جزيئات المادة اللي هي جزيئات الماء يعني هي اللي بتديها الخصائص الفريدة بتاعتها فبتخلي درجة الغليان بتاعت المية لازم توصل ل100 درجة سريزية دا فيه حتى مركب يعني شبه مين؟ جزيئ كده شبه شبه الماء اسمه كابريتيد الهيدروجين كابريتيد الهيدروجين كابريتيد الهيدروجين ده برمز له بالرمز H2S برمز له بالرمز إيه؟ H2S فيكون معايا عبارة عن S هي مسكة في هيدروجينة ومسكة في هيدروجينة فما حصلش ما بينهم بالصفات كون ما بينهم ربطة وكل حاجة بس ما حصلش ما بينهم الخناع اللي هنا خدت الالكترون وده بقى سالب ما حصلش الكلام ده كله ما حصلش فإن جزء الهواة عادي آية خالص هنا جزء اهوت هيدروجينة وهيدروجينة هوى ده جزء اس��게 موجود. مفيسه ما بينهم الرابط الهيدرجينية نعم اتلاقيش بقى الرابط دي لا وبالتالي قبل عدى درجةTh斛 مع ان تركيبه ايه؟ تركيبه شبه تركيب الماء بس عشان خاطر مفيش الرابط الهيدروجينية ما بين جزائيات المادة دي درجة الغلايان بتاعته بتكون قليلة طيب ساعات ساعات بقى فاكر انت الربطة دي احنا كده اخدنا بالنسبة لدرجة الغلايان نبدأ ندخل بقى بعد كده على حاجة اسمها البي اتش قياس القس الهيدروجيني من المظلوب الرمز البي اتش بص انا عند البي اتش ده بيتم قياسه من صفر لحد اربعتاشر واللي في النص بيكون ما بينهم سبعة بص بقى لو اقل من سبعة بنقول عليه حمضي ولو اعلى من سبعة بنقول عليه قلوي او ممكن نقول عليه قاعدي طيب لو هو سبعة بنقول عليه متعادل طيب هو من اللي بتحكم في حتة البي اتش ده في حتة البي اتش ده بص فاكر لما كان معايا المية مية عبارة عن ايه عبارة عن اتش تو او ماشي مية عبارة عن اش تو او يعني زر اكسوجينة ماسكة في الزرطين هيدروجين بروابط تساهمية فساعات قلنا ان ساعات الاكسوجينة بتسحب مين بتسحب الاتنين الالكترون في بعض جزائيات المادة حالا فكرة بقى مش وكلهم في بعض جزائيات المادة عمنا الهيدروجين ده بيزعل بيتقمس ليه يقولك يا عمو انت خدت الاتنين الالكترونة عندك طب والله ما انا اعيد لك فيه فتلاقي تقمس فيكسر ربط ده فجزائي المية ده هو تتحول مجموعة هيدروكسيد سالبة اهيت وهيدروجين موجب مش ده كان موجب ودي كان سالب اهو لما ده سحبت الاتنين الالكترون الهيدروجين اتقمس خلي بالك مش بيحصل في كله مش بيحصل في كله يعني في كمية قليلة من جزائيات الماء طيب فبتنفصل المية لايه الهيدروكسيد وهيدروجين الهيدروجين موجب والهيدروجين السالب هما دول بقى اللي بيوضحوا لي بقى المحلول ده بيكون حمضي ولا قاعدي لما بيزيد الهيدروجين الموجب لما بيزيد الهيدروجين الموجب يبقى كده المحلول ده حمضي ولما بيزيد الهيدروجين السالب يبقى كده يبقى كده المحلول ده قاعدي او قلوي طيب لو الاتنين بيساوا بعض يبقى كده ايه يبقى كده متعدل طيب كلام جميل تعال اقول لك يعني اصلا كلمة يعني تستور معها الفكرة عارف انت كده لما ابقى مثلا معايا محلول اهوت المحلول ده بيكون ونفترض هيكون فيه مثلا تلاتة يعني بص او اتش سالب او اتش سالب او اتش سالب وهيكون فيه مثلا اتش موجب اتش موجب شفت بقى هو معايا كم او اتش سالب معايا تلاتة ومعايا كم اتش موجب اتنين يبقى كده المحلول ده ايه يبقى كده المحلول ده قلوي لان اقولت لك القلوي يعني ايه يعني اكبر من بص اكبر من سبعة اهو محلول القلوي او القاعدة بيكون في مين بيكون فيه مجموعة الهيدروكسيد هي اللي بتكون اكتر والبياتش بتكون اكبر من سبعة طيب لو جبت لك محلول تاني بص كده لو جبت لك محلول تاني ادي محلول اهوت ولتلك بص كده ركز معايا مثلا قلت لك انا معايا او اتش سالب ادي واحد او اتش سالب ادي اتنين ادي ثلاثة بس خلي بالك بقى ده في ايه في هيدروجينا مجاب واحد هيدروجينا 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 هييد اصبح فيه كان فيه اربعة هيدروجين يعني هي الاكتر يبقى كده الوسط ده وسط حمضي ده كده محلول حمضي محلول ايه؟ حمضي. طيب لو جبتلك برضو واحد هنا كده وحطتلك فيه OH سالب و H موجب اللي اتنين قد بعض يبدأ كده ايه؟ متعدل. يبدأ كده متعدل. طيب نجي بعد كده للخصائص الكيميائية من ضمن الخصائص الكيميائية حاجة بقى عنوان هناخده اسمه التحلل المائي. إتحلل ايه المائي. او ممكن اسمه عليه التميق. التميق التحلل الماء او التميق a كمية التحلل الماء يعني بجيب حاجة هيت وبحط عليها ماء هاو مجيب اي حاجة وحط عليها ماء يبقى انا كده بعمل لها ايه تحلل ماء او بضيف عليها بضيف عليها ماء او بعمل لها حاجة اسمها التميين طيب دلوقتي مثلا انا ومعايا كوب بيت كوب بيت ماء رهت اخطيت عليها ملح الطعام اللي هو الان ايه سي ال يبقى انا كده بعمل ايه تحلل الماء المين لملح الطعام فبص كده تحلل الماء الان ايه سي ال زائد اتش تو او هعمل تحلل الماء تبدأ ان انت تفصل لي يحصل مشكلة او بص هيحصل مشكلة ما بين ده اوه تقسم نصين ودول برضه يتقسم نصين ازاي ده هتحول الى ان ايه موجب وسي ال سالب وده احنا عارفين هتحول اللي لاي هيدروجين موجب واتش سالب بص بقى كده اجي اربط ده اجي اربط ده اهو مع ده اهو السالب ها طبعا المفروض ان هو يتربط مع مين مع البوب فاجربطه مع ده ميرضاش يتربط بيه طيب اجي اربط ده مع ده برضو ميرضاش يتربط بيه فاصبح دلوقتي المحلول اللي معايا ده اهو في كم في كم اه هيدروجين موجب وفي كم هيدروكسيد سالب في واحد هيدروجين موجب اهو واحد هيدروكسيد سالب اللي اتنين بيساوه بعض يبقى اصبح ان المحلول ضعباء محلول ايه متعادل طيب هل يطرى كل دول او انت قلتلي اصلا دول ما بيرضوش يتربطوا بناءن عليه دول ما بيتربطوش بناءن على خد الحتة دي كده انا عندي في بيكون حاجة اسمها قاعدة قاعدة قوية وهشارح لك عندي دلوقتي وعندي حاجة اسمها حمض قوي في حاجة اسمها قاعدة قوية في حاجة اسمها حمض قوي اني لباس معي واحدة واحدة الحد منروح الحتة دي وهشرح لك واحدة واحدة عند معي حاجة اسمها قاعدة قوية وعند حاجة اسمها حمض قوي عارف انت لما بيجي لك اهه Ah Antarctica عنده برد. وفي واحد برد فانت رايح تسلم عليه فيقول لك اقعد مكانك. بس هو عنده برد. يعني اقعد مكانك ايه ما تجيش تسلم عليها لان انا عندي برد. بس هيقول لك اقعد بكانك. اقعد بكانك. بكانك. فبص بقى احفظ معي الحتة دي. با كا نا كا. بكانك. موجب اتنين. موجب اتنين. موجب موجب. تاني اسمها اقعد قاعدي اهيت. اقعد قاعدي. بكانك. لانه عنده برد فاقول لك بكانك. طيب. عارب بقى ان في صلات اسمها كلسلو. بس انا هنغيرها شوية وهنقول عليها كلسنو. بص سي سالب سالب سالب. طيب انا دول هيفيدوني بايه? بص بقى. السابعة اللي قدامي دول كده هنقول عليهم الايونات الايونات التنكة. الايونات اللي ما بتطربتش باي حد. خلي بالك دول تحفظهم اهمت. دول تحفظهم اهمت. قلت لك ان في حاجة اسمها قاعدة قوية. وفي حاجة اسمها حمد قوي. القاعدة القوية اللي واحد عنده برد يقول لك اقعد 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 بكانك. اهي. با كا نك. طيب والحمد القوي بحفظها بالصالة الاسمها ايه? كلسلو. كلسنو. كلسنو. طيب العناصر ده اسمها العناصر الميت فازلكة. العناصر التنكة. اللي ما بتطربتش باي حد. العناصر اللي ما بتطربتش باي حد طيب انا العناصر دي هتفيدني باي بص احنا عندنا مثال بيقولك ان عند تحلل الماء لحاجة اسمها كلوريد الامونيوم ركز بها معاك كده كلوريد الامونيوم كلوريد الامونيوم يعني NH4 مثال موجودة عندنا في الكتاب NH4CL ده اسمه كلوريد الامونيوم كلوريد الامونيوم هعمله تحلل الماء يعني هعمل ايه؟ يعني هضيف عليه مية او ضفت عليه مية H2O فيبدأ النواية يطلع للنواية تي بص بقى كده معايا يلا هتقوم خناقة هنا ما بين كلوريد الامونيوم فيديني NH4 بالموجب والCL بالسالب يلا زاقت H موجب و H سالب تعال بقى يلا ربطهم لي مع بعض يلا هنربطهم مع بعض ازاي؟ السالب يمسك مع الموجب والموجب يمسك مع السالب او الموجب ده يروح يمسك فين؟ مع السالب ده طيب تعال شوف كده هو الموجب ده من العناصر المتفزلكة تعال نشوفه كده ال NH4 معانا هنا ال NH4 قوت بالموجب معانا في دول؟ لا مش موجود معانا فخلاص ده عنصر محترم يروح يمسك فيه فالتنين يتحدوا مع بعض يديني مين؟ يديني NH4 OH هيدروكسيد الأمونيو اهو لانه مش من العناصر المتفزلكة طيب تعال بقى نشوف النص التاني ناخد الهيدروجين علشان خاطر يمسك مع القلور ويروح يتحد مع القلور لسه يمسك فيه قل له لا لا خلي بالك بقى ده من العناصر المتفزلكة من العناصر التنك اهو اهو موجود معانا اهو فما يرضاش يرتبط بيه فيفضل زي ما هو فهيديني H زائد H موجب زائد CL انا عندي دلوقت النتائج بتاعت دي مين اللي فيها مين اللي فيها كتير ال H الموجب خلي بالك بقى ال H الموجب اصبح انا دلوقتي خلي بالك ال H التحديد فبقيتش موجودة معايا فبقى اللي موجود معايا كتير مين ال H الموجب هو ال H الموجب ده يبقى كده المحلول المحلول ده حمدي ولا قاعدي والله انا قلت لك ان المحلول لما يكون فيه ال H الموجب ال H الموجب ده هو كتير ال H الموجب كتير يبقى بص كده ارجع 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 تاني H موجب كتير يبقى ده كده وسط ايه حمدي وسط ايه وسط حمدي وسط حمدي طب ايه انت شفت بقى الحتة دي لما تحفظ دول كده بالطبع اللي انا قلت لك عليها ده ده القولورة هيت القولورة هيت لما كانت موجودة عملت لي حمض قوي القولورة لما كانت موجودة عملت لي حمض قوي يبقى اي حاجة من التلاتة دول اي حاجة من التلاتة دول هتديني حمض قوي واي حاجة من الاربعة دول هتكون قاعدة قوية هتكون قاعدة قوية طب هتلي المثال التالت بقى المثال الثالث المثال الثالث بيقول لك ان احنا معنا عاجة اسمها بكربونات السوديوم Na Na H CO3 Na H CO3 هعمل لها تحلل مائي يعني هضيف عليها مي لو انت مفهمتش اللي فاتق فهمها الحتة دي كده H2O طيب يلا نعمل لها تحلل مائي هنبدأ نقسم المركب ده فهيديني Na موجب وال H CO3 سالب يلا زائد H موجب OH سالب يلا تعال نربطهم مع بعض الموجب مع السالب والسالب مع الموجب نروح الموجب اللي هنا ده يروح يمسك في مين في السالب هيمسك فيه خلي بالك بقى يجي يروح يمسك فيه يقول له لا ده انا من العناصر مين العناصر المتفازلكة ها من العناصر المتفازلكة مايمسكش فيه فهيديني Na موجب زائد OH H سالب تمام طب تعال نشوف النص التاني ال H CO3 اللي هو البيكربونات يروح يمسك مع مين يمسك مع الهيدروجين اهود فيتحدوا مع بعض اه ده من العناصر المتفازلكة لا مش من العناصر مش السبع المتفازلكين مش موجود معاه فهيروح يمسك عادي خلاص مافيش اي مشكلة بوستر كده فهم زائد H اللي هو حمد الكربونيك بقى H2 CO3 طيب المركب اللي قدامي ده مين اللي في اكتر الهيدروجين الموجب ولها الهيدروجين السالب قالك الهيدروجين الموجب اصلا Students هل اسمع هيا حاجه اسمعي الحمد الكربونك. فبقى اصلا موجود. يعني ده مش موجود. لكن اللي معوجود مين? موجود الهيدروكسيد الشجب. الهيدروكسيد السليب ده الوسط دة هي? وسط قاعدي. بقى ده محلول قاعدي. محلول 아이 قاعدة? طب تعال نشرح عليك المثال الاولاني المثال الاولاني خالص. تاني. المثال الاولاني ان احنا هنعمل ايه? احنا معنا علبة او طبق مثلا او كباية مية حطنا فيها ن اي سي ال اللي هو ملح الطعام فملح الطعام ده بيكون متعادل ليه عام من متعادل هقولك ليه متعادل تعالى نعمل تحلل ماء الملح الطعام ن اي سي ال زائد اتش تو او يلا تعالى نشوف الدنيه هتمشي ازاي الان اي اهيت لوحدها موجة والسي ال اهيت لوحدها سالب وال اتش موجة زائد طبعا وال او اتش سالب يلا تعالى نربط الدنيا مع بعضها ماشي نروح هنا كده الهيدروجين الموجة ده تروح تمسك في مين في السالب فهي لا حتمسك تقول له لا 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 حاسب حاسب ده انا ايه ده انا من العناصر المنتفز لك اهو ده انا من العناصر المنتفز لك فما يمسكش فيه فيطلعوا لي زي ما هم اتش موجة زائد سالب طيب الهيدروكسيد السالب تروح تمسك في مين في السوديم الموجة فتقول له لا 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 حاسب ده انا من العناصر مين من العناصر المنتفز لك فاصبح معي حمض قوي وقعدة قوية حمض قوي وقعدة قوي دي ما ترضاش تمسك ودي ما ترضاش تمسك فتديني زائد ان ايه موجة زائد او اتش سالب طب نيجي نحسب هنلاحز بقى تعالى بقى نشوف الاتش الموجة نحسب الاتش الموجة هنلاحز ان معانا واحد والهيدروكسيد السالب هنلاحز ان معانا واحد اللي اتنين بيساوا بعض يبقى البي اتش ايه متعدل البي اتش متعدل دي الحتة اللي احنا محتاجين نفهم وهكزا بقى ممكن نجيب لك يلعب لك على مسئلة مسال من هنا مسال حاجة في الكلسام حاجة في البوتاسيوم حاجة في الكابريتات حاجة في المطرات وهكزا يبقى احنا نحفظهم قاعدة قوية وحمد قوي القاعدة محد عنده مرد قعد باكانك باكانك طب والحمد القوي كل سلو هنغيرها تبقى كل سنو كل 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 سنو كل سنو تمام طيب اتمنى ان الحتة دي تكون نفادتكم كويس اوية سنة اولى ونكتفي بهذا الجزء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة